بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صلاة تسريع الحاجة وهذه الصلاة واردة عن مولانا الإمام الحجة المهدي المنتظر عليه السلام قبل أشهر قليلة أرسلت إلينا فتاة رسالة وهي من النجف الأشرف وهي تعاني مع أختها عدم الزواج ففي ذلك الوقت أعطيناها هذه الصلاة صلاة تسريع الحاجة وهي صلاة واردة في كتاب دلائل الإمامة صفحة 304 صاحب الزمان عليه السلام بنفسه يقول تصلي ركعتين لله عز وجل أصلي صلاة الإمام الحجة صلاة الفرج قرب إلى الله سبحانه وتعالى وتقرأين وتقرؤون كذلك في الركعة الأولى سورة الحمد وسورة إنا أنزلناه وفي الركعة الثانية سورة الحمد وقل هو الله أحد بعد الركعتين تقول يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة وطبعا إن شاء الله تعالى سوف نضع بقية الدعاء ثم تدعو بعد ذلك بما شئت من حوائجك فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك ثم تضع خدك الأيمان على التربة الحسينية وتقول مئة مرة في سجودك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصراي ثم تضع خدك الأيسر على التربة الحسينية وتقول مئة مرة أدركني 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 وأنت في قلبك تضمر الاستغاثة بصاحب الزمان سلام الله عليه وبعد المئة مرة تكرر كثيرا حتى ينقطع نفسك وتقول الغوث 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 حتى ينقطع النفس ثم ترفع رأسك صاحب الزمان عليه السلام بنص العبارة يقول فإن الله سبحانه وتعالى بكرمه يقضي حاجتك وعندما روى صاحب كتاب دلائل الإمامة يقول وأنا جربتها في ليلة واحدة قضية الحوائج طبعا هذان الفتاتان عندما صليتا هذه الصلاة قمنا بصلاة هذه الصلاة صلاة تسريع الحاجة أربعين يوم فقط كلاهما تزوجنا بحمد الله عز وجل وبعد ذلك بشهرين أصبح لكل الفتاتين بيت لوحدها تقول بدأنا نصلي هذه الصلاة لتسريع حاجتنا يوميا وهذا ليس بعجيب ليس بغريب وأنت تستغيث بصاحب الزمان سلام الله عليه وتستغيث بمحمد وعلي وصراحة لطالما قد قدمنا لنا الشكر ودائما وأبدا إنما الشكر لله عز وجل ولأهل البيت ولصاحب الزمان وما نحن إلا ناقلين لرواياتهم يعني كثير من الأخوة والأخوات عندما يقدمون لنا الشكر أنا أستغرب صراحة ليس لنا محل من الشكر وإنما أنا شخصيا فقط أنقل الرواية أنقل الصلاة من إمام معصوم أنت بعد قضاء حاجتك وأنت كذلك إن شغلا بشكر الله وصاحب هذه الصلاة مثلا صاحب الزمان الإمام الصادق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأما أنا وغيري فقط نحن ننقل هذه الصلوات لمسامعكم الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا أن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام لحل جميع مشكلاتنا ولقضاء حوائجنا أرقام قناتنا رقما لا ثالث لهما على خدمة الواساب للرسائل الصوتية والكتابية فقط وليس للاتصال 077 6266 737 0786 717 82 55 أما الذين يأخذون مقاطع من قناتنا سواء كانت جديدة أو قديمة فأنا لا أبرئ الذمة لأننا اكتشفنا مع الأساف أينما كانوا يعني في حساباتهم يستخدمونها فيما لا يرضي الله عز وجل برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر